مباراة غزل المحلة والأهل بالأمس واللي فاز فيها الأهل بسلاسة أهداف مقابل هدفين أول حاجة الناس هتقول لك أصل حظ أصل توفيق افتكر كويس قوي قبل كرة علي معلول كان فيه كرة لأحمد عبدالقادر جات في القائم فبالتالي ما سألت الحظ والتوفيق كان ممكن يكون لصلاح المحلة والحظ والتوفيق مش هيجي الفرقة إلا ما يكون فرقة بتكتهد وبتشتغل وتستحق الفوز والمكسب ده ألف بيه في الكرة لكن فكرة أصل الأهل في الديئة التسعين هو دايما محظوظ لا مش محظوظ هي الفكرة أن فيه ناس بتشتغل وفيه ناس بتكتهد وربنا بيكرمها وبيوفقها وحلوة المكسب وطعم المكسب بييجي لما تبقى فيه كرة زي بتاعت أحمد عبدالقادر تيجي في القائم وما تدخلش هدف وبعدها على طول بعدها بسواني يكون فيه ضربة حرة وعلي معلول في الثانية الأخيرة يحرز هدف الأهل يفوز بالسلاسة نقاط رغم المحلة عمل مبارفة النية على أعلى مستوى قدر يعود ويحرز هدفين في مرمى الأهل ويكون فيه تعادل إيجابي لغاية اللحظات الأخيرة لكن هنا بقى بتبان شخصية البطل وهنا بتبان أهمية أن الفرق المراضي والسنة دي بتحاول قدر الإمكان يعني تشوف السلبية التي كانت موجودة السنة اللي فاتت وإزاي تعالجها وإزاي تقدر تكسب الفرق اللي كانت سبب مباشر في ضياعة دوري الموسم الماضي الجزئية الثالثة وهي الأهم دور جمهور الأهل ومبارح الكابتن سير عبدالحافيز في تصرحاته لقناة الأهل يتكلم على إزاي جمهوري النادي الأهل في دقيقة التسعين وفي الخمس دقيقة وقت بدل الضاية والأهل متعادل أو المحلة متعادل مع الأهل وبيشجع الفرق هنا بقى بتبان شخصية البطل مع شخصية الجمهور العظيم اللي بيقوا في ظهر الفرق حتى الثانية الأخيرة بغض النظر عن كل ده وده انتصار مهم وصدارة الدوري لكن في نفس الوقت